أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا ولزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة وهو من عكس كذلك على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به وأوضح مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمدينة العالمين الجديدة للاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز حيث أكد مدبولي أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بواقع عام في الوقت نفسه أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يأتي في إطار توجه دولة نحو تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية